خالينا اياكم اول شي انا يعني غمرتوني صراحة وبتشكر حضوركم جميعا واحد وواحد والاحبة كلكن احبة لقلي وعلى قلبي يلي موجودين هون ويلي مش موجودين هون انتو بتعرفوا محبتي لقلكن لكل واحد منكم عمشيت بتعنييلي كتير متل ما بتعني لقلنا كلنا ويلي من عمشيت بحس شو هي العمشيت شو بتعني لقلو ويلي مش من عمشيت وقاعد بعمشيت كمان اكتر من اللي عميش تصار كلنا واحد وكلنا بمعركة هلأ حلوة رح تكون منتظرين نفرجيهم شو بتعمل شو بيعمل الطيار الوطني الحر وشو بيعمل جبران بسيل وشو بيعمل العماد ميشيل عون بكرة رح يشوفكم انا كتبت كلمة صغيرة بحب باكة بحكيها سوا بالدرج يعني اهلا وسهلا فيكم برجع بقول شباب وصبايا بعمشيت صباب صبايا الطيار الوطني الحر اول شي بيفرح قلبي كتير لما بشوفكم حماسكم ووفاقكم للقضية بيخلوني ادفاقل اكتر واكتر مطرح ما بتكونوا موجودين ما في محل الظلمة وما في محل الخوف لانه انتو الشمس الحقيقة الشمس السابتة اللي ما بتتغير وياللي الكل عم يدوروا حوليا الله يخليك انتو شعب لبنان العظيم اللي حكي عنه العماد عون من 30 سنة انا بتذكر كتير منيح لما قلنا هالكلمة وكلكم كمان بعتدت تذكروا هالكلمة البسيطة ياللي حطتنا قدام مسئولياتنا نحنا تحت راية الطيار الوطني الحر لانه خيارنا وطني وقرارنا حر وما حدا بيملي علينا انا واحد منكن وفيكن صحيح انه وليد خوري الجراح ياللي بيدرس وبيحاضر بكليات الطب وبيخرج اجيال من الاطباء منشوف حالنا فيهم بس كمان بالسياسة لما كان الواجب عم بيدعينا تنحافظ على ارضنا وعا هويتنا كان وليد الخوري مشمر عزنوده وعم بيلبي نداء العماد عون وعم بيتظاهر وعم بيقاوم وعم بيقاوم مع اهله وشعبه ورفع راية الطيار الوطني الحر هيك لازم نكون وهيك واجبنا وهلأ بستة ايار نطرنا استحقاء انتخابي وياللي عم بيزايدوا علينا وعليكن اكتار عم بيسألونا شو عملنا من حقكم تخبروا الكل وتعلوا صوتكم كمان وتقولولن رغم العرائيل رغم التحديات الطيار الوطني الحر قدر يعمل المستحيل رح قلكن شو هو قلولن قلولن خطابنا السياسة بالانفتاح عشريكنا بالوطن والتفاهمات اللي عاملة لعماد عون ريحت شعبنا وجيبت الاستقرار الامني والسياسي على البلد وعى منطقتنا بس كتير صعب عليهم ان يقولوا شكرا فخامة الرئيس ما فيهم ما بتطلع من تمون هاي قلولن كمان تحقيق الشراكة الفعلية بناء الدولة القوية محاربة الفساد القضاء على الارهاب واكيد من هون تحية كبيرة كتير تحية اجلال للجيش اللبناني هاو دي كلهم كمان مش شايفينهم ما صار شي بحد الرئيس عصاعد جبال مرشوم انشاء الجامعة اللبنانية صدر مش حلم بقى صدر صار في عنا هلأ جامعة لبنانية بسبال وراح تصير حدهم حدنا وحدهم هون بيقدي هاي دي كمان ما بدهم يشوفوا ما صار شي تأهيل الطرقات انشاء السدود تغيير شبكات المي والصرف الصحي كمان اخر همهم كمان هاي دي ما صارت انشاء محافظة جبال وكسروان يلي نحنا عملناها التكتل هون بحي النائب نعنطل أبو ناصر اللي هو كان دافش فيها صلو عشر سنين بس هاي دي صارت يعني وفرنا على الناس تعب وقهر وصار فيهم يعملوا كل معاملاتهم الإدارية هون من المنطقة بلش الشغل بمرفق جوني متل ما بتعرفوا بلش يعني مش حلم بقه بلش مرفق جوني السياحي يعني فيه آلاف آلاف فرص العمل رح تتوفر للصبايا والشباب بجبال وكسروان بسنة واحدة من العهد مشت الدولة على السكة الصحيحة وهن بيعرفوا هالشي كتير كتير منيح وبوعاتكم انه قريبا جدا رح تشوفوا شو رح يعمل تكتل التغيير والإصلاح عنا كتير مشاريع صلى عشرات السنين واقفة بالبرلمان بالحكومة هاي دي كلها رح تتقدم أكتر وأكتر وعندنا الرئيس بتنفيجها بشكل كتير سريع وبكرة بتشوفوا الفرق الكبير رح يصير هون بدي انه كمان تعرفوا انه نحنا رصيدنا رصيدنا هو تاريخنا يعني ما حدا يغلط يلي بيعرفوا تاريخنا بيعرفوا ان احنا عم نحكي الصدق وعم نحكي الصح وما عم بحكي هون كلام عن عبس انا تعمدت بتكتل التغيير والإصلاح بالطيار الوطني الحر وتكرس انتمائي عقيد فخامة الرئيس ميشيل عون وشهادة المعمودية صدقه فخامته لما نقل لي من 13 سنة بدي اياك معنا بهالمسيرة وبدي اياك تكون ملتزم بس من دون بطاقة مثل اكتريت العونية هو قال لي هيك من تم فخامة الرئيس ما كان يقبل انه ااخد بطاقة اللي عم بقل لك يا هدا الله خليك انا ما كنت راح اكشف هالشي ابدا بالطيار كل شي بيتغير بس عمشيت وكل جبال ما بيتغيروا وراح يضل لوننا عطول لون شمس الله انا وانتو لم نخون ولم نطعم بالظهر هيك كنا هيك منبقى وهيك راح نضل عشتو عيشت عمشيت عيشت طيار الوطني الحر تيضل لبنان ترجمة نانسي قنقر